موسيقى مساء الخير على كل مشاهدي ومتابع قناة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من كلامنا في الميديا أخبار متنوعة كالعادة حتكون معنا النهاردة بالتحديد فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي وآخر أخباره على مدار هذه الأيام خصوصا في ذل الأحداث اللي احنا بنعيشها خلال هذه الساعات في الكرة المصرية وهنتكلم في تفاصيل خاصة بأمور عديدة جدا الجزء الثاني من حلقة النهاردة حينورني وشرفني في الاستوديو الأستاذ إهاب الجنيدي الماقد الرياضي موقع جديدة أسأل أسبانية وهنتكلم في العديد والعديد من الملفات قبلنا نستفيد في الحديث نحن نشوف أهم وأبرز عنهم من حلقتنا يلا بنا موسيقى ريني بايلر ملتزم بتعاقدي مع الأهلي ولن أرحل موسيقى الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب التتش موسيقى برنامج خاص لتجهيز كل لعب الفريق للمرحلة المقبلة موسيقى الجزء الفاني يرفض الاستعجال في عودة محمود متولي موسيقى الأهلي احترام جدول المسابقة هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة موسيقى اتحاد القرى يبحث مع إدارة المسابقات عن حلول الاستقناف الدوري دون خلل موسيقى مانشستر ينايت ديوشيد بنجاح محمد صلاح مع ريفر بول موسيقى ايه الجديد؟ لحد هذه اللحظة مفيش اي جديد ده خلص النادي الأهلي متمسج بموقفه ومش هيتراجع عنه واحنا عارفين وشوفنا وقرينا بيان للنادي الأهلي يوم الخميس الفات في الحقيقة كان بيان اكثر من رائع والنادي الأهلي تطرق فيه لعدد من الأمور الهمة جدا وممكن كان فيه بعض الناس بيسألوا عنها بالتحديد فيما تعلق بجانب الأمني والنادي الأهلي اشاد بالجانب الأمني وقال إن مشكلة بالنسبة لنا مش مع الجهات الأمنية اللي ممكن تكون طلب التأجيل هذه المباراة وبالعكس لنادي الأهلي كمان سرت بعض الأمور وبعض النجاحات الأمنية على مدار الفترات السابقة وبالتحديد فيما تعلق بطولة الأمور الأفريقية اللي اقبت بمصر والأحداث المختلفة اللي كانت بتقام سواء في استادة القاهرة أو في ستاتبورج العرب بجمهور ومن غير جمهور وتم تأمينها بشكل أكثر من رائع لكن الثاني وثالث وعشر إنه دي الأهلي كان بيحط اتحاد الكرة أمام مسئوليته اللي بتتمثل في إيه؟ بتتمثل في إعلان الجدول دوري منتظم واحترام هذا الجدول للأسف اتحاد الكرة أخل بانتظام بطولة الدور هنا السؤال بقى هو اتحاد الكرة فين يا جماعة؟ يعني دي الأهلي طلع بيان من يوم الخميس نحن النهاردة السبت الناس فين؟ هم بيفكروا ازاي؟ طب هل هم موجودين ولا مش موجودين؟ هل هم بيدرسوا الموقف ولا سايبين الدنيا عيمة كده ما نشوف إلا هيحصل طب إن شاء الله هنحاول مع النادي الأهلي يلعب عادي يوم الأربع طب نشوف الدنيا هتمشي ازاي؟ نلسة بدري الكلام من ده ده مش نظام خالص دي مش طريقة لإدارة مسابقة احنا قلنا وانتقادنا كتير جدا الانتحاد السابق الكنسة الفاتب بيدير المسابقة لكن الواضح الناس دول ماشينا على نفس النهج انتو بتعملوا ايه؟ مفيش اي اجتماعات هتقول لي ممكن يكون فيه مناقشات ودية هل الوضع الحالي مستحمل مناقشات ودية؟ هل ده ينفع؟ هتحلوا الأزمة ازاي؟ لازم يكون لكوا دور دور ايه؟ ده انتو الأساس المفروض انتو المفروض تحلوا الموضوع وتخلصوا واحد يقول لي مثلا طب احنا هنحل الموضوع ازاي دي جهات امنية ومش جهات امنية طب ماشي اوكي تواصل مع الناس شوف حل يرد الجميع شوف امتى ممكن تلاقي معادل القمة لان زي ما انت عارف دلوقتي وعرفت خلاص كمسؤول في اتحاد المسر الكورت القدم النادي الاهلي مش هتراجع عن موقفه النادي الاهلي بعط لك خطاب رسمي يومي خميس رسمي وصل لك مش مجرد بيان البيان نزل وبعاكية الاهلي بعط لك خطاب رسمي فانتوا مفوود يا جماعة تقعدوا كده على الترابيزة كاتحاد كورة مش مفوود نحن نقول لكم يعني بصراحة انتوا مفوود في موضع مسئولية ومش اي مسئولية والناس كانت عندها امال كبيرة جدا فيكم هتلاقي بقى ايه رئيس اللجنة الخمسية مش موجود في مصر مسافر مسافر ليه ممكن يكون عنده بعض الامور خاصة بيه طب وليه اصلا عنده امور خاصة بيه اوكي من رجل ممكن يكون عنده عمل خاص او حاجة لكن هاي عايزين ناس متفرغة يا جماعة يا جماعة الكورة المصرية حالها بقى للأسف سايق جدا جدا الدوري المصري بقى تسمعته منتهى السوق في الدنيا وده اللي احنا كناش من اتمناه وده اللي احنا كنا بنحاول ننادي به من سالة الفاتة يا جماعة عايزين نشوف الاخطاء اللي واقع فيها الاتحاد السابق ونعالجها يقال ايه بقى دلوقتي يقول لك اصل رئيس الاتحاد حيرجع يوم الثلاث اللي جاي وبعد كده الاتحاد او اللجنة الخماسية تعقد اجتماع ويشوفوا الحل ايه وكلام من ده طب هو ده ينفع لسه الثالث الجاي وما يقامش فاهم بصراحة انتو منتظرين ايه الازمة موجودة دلوقتي هتحلوها امتى وازاي للأسف الموضوع يعني مقصف جدا وواضح ان احنا هنستمر في هذه الازمات في القرى المصرية برضو السؤال اللي عايزة اوجهه لوزارة الشعب والرياضة والدكتور اشرف صبحي وزير الشعب والرياضة يعني اكيد لازم حضراتكم يكون ليكم دور مع اتحاد الكورة مش هيبقى فيه تدخل طبعا بشكل جبيش لكن تحاولوا تلاقوا حلول تساعدوا شوية برضو مش لاقي اي تحرك من وزارة الشعب والرياضة وده سؤال منطقي وفي محله اعتقد يعني فالوضع في الحقيقة صعب واحنا عايزين الامور تتضح بشكل اكبر النادي الاهلي وضح اموره خلاص الكسة خلصت بالنسبة النادي الاهلي احنا كده النادي الاهلي مش هلعب طبقا اللي بقى النزل الاهلي مش هلعب لماتش جونة والجونة كمان متضامن يعني الجونة كمان مش عايز تلعب يوم الاربعة اللي جاي مفيش ماتش ومستانيين تحديد موعد جديد لموارات الزمالك هتحددوا امتى وبنان على ايه اطلعوا الكلمة وقولوا اي حاجة لكن طالما انتو ساكتين كده يبقى انتو في موضع ضعف كبير جدا يا اما مش لقين حاجة تقولوها ما احترامنا وتقدرنا الكامل لحضراتكو الناس محترمة والناس ما فيش عليها اي غبار لكن هم نتكلم في جانب ادارية يا اما عارفين تديره واما مش عارفين تديره هنعرف زي ان انتو بتعرف تديره من خلال مواقف زي دي هي اللي هتتورينا الناس دي بتعرف تديره ولا لا اولاكش خليك مع اتجاه ضد اتجاه ولا حاجة لا شوف حلول والحلول اعرضها عن الناس وحاول تستقر على حل نهائي اتصرف لكن تفضل محلك سري كده ما تعملش اي حاجة ما تفكرش دي حاجة غريبة بصراحة ده تساءل مهمة او التحديدها بتكلم على التحاد المصري لقرات القدم اللاجنة الخماسية اللي موجودة فالوضع للأسف نتمنى لي حلول خلال الفترة الجاية فيما يتعلق بالجانب الامني ولازم نعيد ونزيد في الجزئية دي لان البعض بيحاول يتكلم في موضوع ان الاهلي ما بيحترمش الامن والاهلي مش عارفوه كامل بقى النادي الاهلي واضح اوي الاحترام والتقدير الكامل للجهات الامنية هو بالمناسبة بالمناسبة يعني الجهات الامنية امنت احداث كتير اوي في اماكن حيوية جدا في مصر والناس دي يا جماعة يعني انا مش عارف ازاي ممكن البعض يكون بشكك فيهم مش عارف بيحاربوا في مليون اتجاه وناس قادرين على تأمين اي حدث ممكن يعني مثلا مثلا فريق نادي الزمالك اللي فاسبوب طولت دوري ابطال افريكا لكويت اليد كان في عدد دائمين جماهير رحلهم المطار فاقوى او اكبر مكان حيوي في مصر المطار الكاهير كان تأمينه كانت حاجة جميلة وحاجة ما فيش اي مشكلة حصلت بنشيد بالتحرك الامني بنشيد بالتأمين من قبل الجهات الامنية فحدث مهمة زي دا في مكان خطر جيد مطار الكاهيرا الدولي وبخلاف دي طبعا احداث كتيرة كتيرة جدا الامن قدر يتعامل معها بشكل كويس ويا جماعة بصراحة مصر بخير والله ما عندناش اي مشكلة احنا دلوقتي بننزل الشارع لغاية الساعة تهياتة اربعة الفجر وخمسة بتاع ما حدش بيبقى الان بتنزل انت وولادك وعيالك وعريبك وكلام من ده مفيش اي حاجة وصحابك وتصهر مصر في طول عمرها كده جات فترة من فترات ايام السورات وكلام من ده لكن دلوقتي البلد مفيش احسن من كده في الجانب الامني فليه دايما البعض بيحاول يشكك في الموضوع ده نادي الاهلي اكد على احترامه كامل للامني لكن بيطلب ايه في نفس الوقت حددولنا يا جماعة بيطلب منتحد الكور حددولنا معاية جديد لموراة الكمة بالتنصيق مع الجانب الامني وقت ما تحددوا المعاية طبقا طبقا لارتباطات الافريقية للناديين والدي موجودة في اخر سطر تقريبا في بيان نادي الاهلي اليوم الخميس اللي فات حددوا احنا معاكم احنا منحترم الكورة المصرية احنا منساعد بنساعد على ان يكون فيه تكافؤ للفرص بعد الموسم الكاريسي اللي شفناه الموسم الماضي مش عايزين تكرار لي اذا النادي الاهلي هو الوحيد دلوقتي ومع بعض الاندية اللي نفسهم في الكلام ده واللي بيحاولوا في هذا الاتجاه البعض الاخر ودي حقيقة والله بجد وكيد حراككم تابعين وشايفين البعض الاخر بيشوف الاهلي حياخد كرار ايه وعمل عكسه عشان مجرد ايه انا ضد الاهلي انا اثبت ان انا اقوى وكلام من ده انت كده ما تتحملش مسئولية انت كده مش بتراعي مصلحة الكورة المصرية بدليل ان البحض اخذ قرارات وغيرها ومجرد ما النادي الاهلي ننزل بيانه لمجرد ايه لمجرد انه يبقى عكس النادي الاهلي مش كتفكير في مصلحة الكورة الوحيد اللي بيفكر في مصلحة الكورة المصرية هو النادي الاهلي اتمنى اتمنى الاتحاد المصر للكورة القدم يساعد النادي الاهلي مفروض ان طبيعي الانديها لتساعد الاتحاد بس الواضح ان الاتحاد مش عارف تصرر الاتحاد للأسف الشديد ضعيف من الاخر كنا نتمنى الاتحاد قوي اللي ييجي رغم ان هو مؤقت يعني بس علىقل ناس يسيبوا بصمة في تاريخ الكهرة من خلال جدوى المسابقة محترمة ومنتظمة وده اللي وعدوا به ونسبح نجيبش حاجة من عندنا هم وعدوا قد كده مدخلات تلفزيونية ولقاءات تلفزيونية وقرعة عملت وخلال القرعة قالوا وكلام من ده امبارح شوفت تصرحات الكابتن حسام حسد المدير الفاني النادي سموحة تصرحات الكابتن احمد حسام ميدو المدير الفاني النادي مصر المقصة بعد الممارات التي تلعبت امبارح في الدوري واللي انتقدوا فيها بشكل كبير جدا تصرفات الامن وبالتحديد احمد حسام ميدو ده اللي استوقفني يعني في الحقيقة من خلال تصريحه اللي قال ايه قال إحنا كان لنا مطش حيتلعب الساعة 2 ونص الظهر وطلبنا من الاتحاد إن هو يأجل لنا المطش شوية حلفوله على المصحف زي ما هو بيقول إنه مش هيحصل أي تأجيلات فالراجل بناء على كلامه بيقول أنا خلاص طبعا مش هيبه فيه أي تأجيلات أنا باحترم كل الجدول وبيحترم المباريات وموعدها لكن هو فوجئ بتأجيل مباراة القمة فللأسف إحنا هنستمر في هذه الأحداث السيئة والمؤسفة اللي بشأنها بتدمر الكرة في مصر ما ببالغش والله الكرة كده في مصر بتتدمر سنة بعد السنة هنفضل في نفس المشاكل والأزمات في الوقت اللي حين مفروض بنتكلم فيه عن مباريات ومباراة قمة أهلي وزمالك ونحلل ونتكلم ونتواصل مع الناس وكلام من ده لأ بنتكلم في أزمات كالعادة في مصر هنا فيما يتعلق بالرياضة فيما يتعلق بكرة القدم ما بنتكلمش غير في أزمات لكن تطوير الكرة لا ما بنتكلمش فيه جانب فنية ما بنتلحقش نتكلم فيها للأسف بسبب كل هذه الأمور اللي بتحدث على السحر الرياضي المصري نتمنى أن تحد الكرة يفوق كده معنا شوية ويصحصح تمام ويجتمع ويلاقي حل لازم متأخرين قوي بصراحة قوي حنشوف اللي أمور هتتسكر على إيه في النهاية لكن في كل الأحوال عشان تأكيدا للناس والجمهور النادي الأهلي الأهلي يا جماعة متمسك ببيانه ده شيء مفروغ منه في المقابل الفريق بيستقني في تدريبياته النهاردة استعدادا لإيه استعدادا ببرضو لمقابرة القمة فقارب وقت ممكن لما يتحدد مطش القمة الأهلي بيستعدي لهذه المقابرة ما يستعدش لأي حاجة تانية ما جاتش مباراة القمة هتستعد الأول مباراة لك في أفريقيا اللي هي هتكون يوم تقريبا 29 من الشهر القادم شهر نوفمبر مع نجم استحالي هناك في تونس وبنسبة كبيرة حيكون في ملعب رادس يعني مش في سوسا فهي دي استعدادات النادي الأهلي مباراة كان أجازة للفريق مستر فيلر ادى أجازة للعابين بعد ما خلاص المطش تأجل واستأنفوا تدريباتهم النهاردة من خلال مران كان في تمام الساعة الخامسة مساء وتدريبات أكيد فيها بعض الفقرات البدنية بعض الفقرات الفنية ووالله يكون فعني جهاز فني بصراحة لأن الأمور اتلغبطت قدامه بيستعد الحاجة معينة الحاجة دي تأجلت دلوقتي هو ما مش عارف المطشقات الجاية حتكون للنادي الأهلي إمتى في انتظار اتحاد الكرة المؤكر أنه يجتمع ويشوف كراراته إيه ونشوف الدنيا هتمشي إزاي عشان نقرب من المسهد بشكل أكبر خلينا نروح سريعا لزاملنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي واللي كان متواجد في مران الفريق النهاردة يا فاروق مساء الخير عليك مساء الخير عليك يا أمير وعلى كل مشاهدة ومتابعي شاشة قدرات النادي لكل مكان ومتابعي ترنبك الموفق ومميز وبرك لك من خلال قدرات النادي الأهلي على الجائزة اللي حفظت عليها الله يبرك فيك يا فاروق ربنا يخليك ودي جائزة في الآخر بتحسب للنادي الأهلي بكل تأكيد أو عفوا يعني كمان بجانب النادي الأهلي قناة النادي اللي ليها فضل بالتأكيد عليها خلينا أتكلم معك يا فاروق فيما يتعلق بمران الفريق النهاردة والجوانب الخاصة بالتدريبات والأمور ماشية زي عندك قلنا كل الكواليس أخرين أقول لك يا أمير أن الميران انطلق في الساعة الرابعة طبعا ندري اللي يستعرف النهاردة تدريباته ومرانه بعد العودة من راحة الأمن الفريق تابتدى الميران في تمام الساعة الرابعة مستر ريني فيلار في منفصف الملعب طبعا خمس دقيق توجيه وبعض الأمور للعديم في منفصف الملعب ثم كان فيك نعمة بين الكبتين تعطيز وحريصنا مع مستر ريني فيلار ثم انطلق الميران تقدر تقول الميران صغع عليه النهاردة أمير الجانب البدني طريق آآ راجع من فترة عيد من فترة راحة فقل كل الأمور البدنية كان النهاردة اشتغل كله على الجانب البدني فيه آآ الملعب مع مستر آآ ثماث مستر آآ ميشيل آآ كان معاه آآ سلاسي حراس المرمش ماوي وي شريف اكرامي وي علي لطسي آآ جوانب بدنية وي آآ بعض الأمور البدنية كان شجال عليها مستر آآ ثماث مم معه آآ بوزء منها أمير بيكون من خلال آآ بدون كرة أو بال بالكرة لأجل طبعا آآ تجهيز الفريق والعاديين للاتناس للمرحلة القادمة وي المشوار القادم لنادل أهلي خليني أطمئنك أيضا أمير على حالة المصابين اللي هده كان كريم ندريد 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 بدأ بعمل إيه بالجاري حول الملعب آآ مرموحسن محمود متولي نسأل آآ محمود متولي نزل بتدريبات الجامعية فاروق ولا لسه هيدنزل بتدريبات الجامعية مين يعني يرس محمود متولي لا محمود خلال الأيام القادمة يكون موجود إن شاء الله في التدريبات الجامعية مع الفريق آآ محمود متولي خلاص المرحلة الأكيرة من التجهيز هو مرحلة التأهيل الخاصة بمحمود متولي آآ خلال الأيام القادمة إن شاء الله يكون موجود مع الفريق في التدريبات الجامعية وإن شاء الله يكون موجود مع الفريق في مشواره اللي القادم تووقف الدوري في البطولة الإتكار تشفي بمشية الله أمير آآ 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 مرون أخبره إيه؟ أخبره إيه؟ أخبر مرون جاهزية اللي عليها العزل من الحالة البنازة وصلت لك إن المرون اليوم طغى عليه بنسبة جديرة للجانب البدني عقب المرون انتهى في سنة الساعة الخامسة والنصف ميستر ريني فييلر اجتمع مع العيدين أيضا عقب نهاية المرون كان في جلسة جامعة ما بين ميستر ريني فييلر والعيدين جميعا في أرض الملعب عقب انتهاء الجانب البدني مع ميستر ثومات جميعا مع العيدين حاول ميستر ريني فييلر اللعيبة تكون كلها جاهزة في انتظار كما قلت إن احنا نشوف القرار القادم إيه؟ لكن لعاب النادرالي وجهاز من الفني مستعدين للإستكمال والاستقناف في المشوار القادم بمشيئة الله دي كتأمير أبرز الأمور اللي كانت موجودة النهاردة في مرون الندلاء بالنسبة للمرون محسن يا فاروق كنت بأسألك عليه مرون يا أمير من اللي إذا موصل لك خلاص مرون جايش في انتظار بس الوصول اللي هو القناع للوقت للوجه مممم هاي يوصل وإن شاء الله بعد الوصول هذا القناع مرون هيكون بتواجد في أميران الفريوية الموجود في البساء الجماعية وأيضا يكون إن شاء الله موجود في المباريات ده كان سبقاً للكلام اللي أيضاً لدكتور خالد محمود لكن نقدر نقول باستثناء هذه الأمور الحمد لله لا يوجد أي أمور إصابات أو أي شيء لعادة النادي الأهلي حال استحالة من الجازية الفنية والجازية البدنية والروح المعنوية لعادة النادي الأهلي كما قلنا في انتظار القاتم بإذن الله يبيه طيب هل سيبقى في مباريات ودية بالنسبة لنادي الأهلي بيتم من تنصيق لها دلوقتي خصوصا أن لا يوجد تقريبة مباريات رسمية بالنسبة للفريق خلال الفترة اللي جاية حتى الآن يا أمير ما فيش أي أمور أعلمت خلال هذا الأمر هو الفريق هيستاني تدريباته تدريباته إن شاء الله الفريق يستاني تدريباته غدا وبعد غدا دي الآخر الأمور اللي هي المطر الموجودة دلوقتي لكن شأن القامة المباريات أو اللقاءات رضية ده أمر لم يتم الإعلان عنه أو الحديث فيه خلال هذه الفترة الفريق هيقدم تدريباته في نفس الموعد بدون أي تبديل أو أي تغيير لحد دلوقتي أنا بكلمت فيه دي كانت تغيير كل الأمور لكن ما فيش حديث عن مولاقات رضية أو أي أمور تانية بشكرك يا فاروق شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القرارة الأهلي واللي قال لنا كل الأخبار تتعلق بالفريق الأول لقرارة القدم بالنادي واللي بيتمرن أو بيستعد المرحلة مقبلة هنشوف حتى تمثل في إيه لكن أبرز التحديات بالنسبة لنادي الأهلي دلوقتي المعروفة إيه بطول الدوري أبطال أفريقيا وفي الحقيقة هو ده التحدي الأهم وبالمناسبة الأهلي كان لعب سنة أو سنتين 12 و13 أعتقد ما كانش فيه دوري كنا ندعب أفريقيا بس والأهلي خادت بطولتين وكانت آخر بطولة 2013 فالنادي الأهلي بيستعد بطول الدوري أبطال أفريقيا ومنطال قوة طبعا اللي هتبتدي مبارا صعبة جدا أمام النجم الساحلي ويطولة بيفتقدها النادي الأهلي ويفتقدها جماهيره واللي إن شاء الله بإذن الله يسعى الفريق لتحقيقها خلال هذا الموسم بالمناسبة برضو شيء بشيء يذكر يعني في 2012 في 2013 النادي الأهلي كما هو المعتاد كان بيحترم الجهات الأمنية بدليل إيه؟ إن إحنا في 2013 تقريبا على ما أتذكر كانت ماتشاة الأهلي كلها في دوري أبطال أفريقيا وفي الجونة بنائنا على التعليمات الأمنية والأهلي كان بيحترم هذه التعليمات فعشان لبعض الناس اللي بتنسى بس النهائي بس هو اللي كان في مولين العرب بجماهير والأمن قدر أنه يأمن هذه المباراة فللتذكرة فقط ده شيء مهم طيب عايزين نقول لكابتن محمود طبعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بنقول له الحمد لله على السلامة بعد الحقن اللي حصل ليه أو اللي حصل فيه مستشفى بالأسكندرية مستشفى الملكي وكابتن محمود الخطيب في الحقيقة يعني ربنا يشفيه موضوع بالنسبة له مرهج جدا ويبقى صعب والطبيب المعالج طلب منه أن يبقى فيه راحة ثلاثة أسابيع بس أنا أعرف أنه ليس سيريح ليس سيريح نفسه هو دائما بيبقى حريص على مصلحة النادي ويحاول دائما يفكر في كل الأمور والمشاكل اللي ممكن تكون بتواجه النادي الأهلي خلال الفترة الحالية فبنقول له ألف الحمد لله على السلامة كابتن الكبير كابتن محمود الخطيب عايز أقول لحرابكم مبارات اليوم في الدور الإنجليزي لأن الدور الإنجليزي خلاص بعد الأجندة الدولية الدور الإنجليزي بيعود وبعض الدوريات كمان دور إسباني وبعض المبارات في أوروبا إفرتون لعب مع وستام ينايتد النهاردة كانت المبارات الساعة واحدة ونص انتهت بفوز إفرتون من نتيجة 2-0 وبيعود إفرتون الفوز بعد أربع مبارات متتالية كان بيخسر فيهم أسطن فيلا فاز على بريتون 2-1 تشيلسي أعتقد المبارات دي كانت 9-4 لو في تطورات في النتاج قلولي يا جماعة تشيلسي أعتقد أنه فاز على نيو كاسل 1-0 لإستر سيتي كسبت بيرنلي 2-1 بعدما كانت متأخرة بهدف للاشيئ توتنام واتفورد المواتش أعتقد كان 1-1 ويلفر هامتون وساوش هامتون أعتقد برضو خلص 1-1 وبورموس ونوريتش سيتي 0-0 وفي مباراة هتبتدي بالزبط كمان 5 دقايق ما بين كريستل بلس ومنشستر سيتي على ملعب كريستل بلس ودي مباراة هتكون مهمة جدا وصعبة جدا دوري أسباني إبار وبرشلونة برضو مباراة كانت مبكرة النهاردة في 8 ساعة ولاحدة ظهرا وبرشلونة كسبت 3-0 أهداف لجريزمان وميسي وسوارز أتلتكم مدريد فازت على بالنسيا 1-0 وفي مباراةين تانين في الدوري أسباني ختافي وليجانس وريال مايوركا وريال مدريد دي بعض المباراة في أوروبا نروح نشوف أكبر الأهلي في الصحف النهاردة يلا بينا الأهرام السويسري ريني بايلر مرتزم بتعاقدي مع الأهلي ولن أرحل مهما تكن العروض المدير الفني ليس معقولا أن أغادر مكانا بعد 6 أسابيع فقط أخبار اليوم مؤكدا تمسكه بموقفه الأهلي احترام جدول المسابقة هو الحل للخروج من الأزمة كرارات مجلس الإدارة جاءت بعد مناقشة طويلة والخطيب يعود بعد الجراحة جديدة الجمهورية لقاء الجونة مرفوض الأهلي يعيد الشعار لا تراجع ولا استسلام الشروق طالبه بإخراج مواجهة الجونة من حساباته الأهلي يخطر بايلر باستمرار الاستعداد للكمة مصدر لماذا نسافر للجونة فمبراتنا المقبلة ستكون أمام الزمالك والخطيب بحاجة للراحة ثلاث أسابيع بعد خضوعه للحقم في الزخ المصر اليوم الأهلي وصل التصعيد ضد اتحاد الكرة إدارة النادي تلجي حجز الصفر إلى الجونة ومطالبة الجنيني بالتفاعيل تصرحاته حول تكافؤ الفرص في مسابقة الدوري الوطن وساطات وضغوط على مجلس إدارة الأهلي الخروج من أزمة مقاطعة الدوري النادي يتمسك بمطالبه عبد الحفيز ينفي وصول عروض إنجزاية للشناوي وبايلر يحذر من الالتحامات في التدريبات وحسين السيد يشدد على الرحلة اليوم السابع الأهلي يدرس إقامة جولة كروية عربية خلال توقف الدوري الفريق يستقنف تدريباته اليوم الخطيب يظهر في النادي بعد إجراحة حقم الفقرات والجزور العطبية والنادي تلقى عدة عروض واختيارات المنتخد تحدد موقفه إلى أخبار المسائي فيلر يحذر اللاعبين المدير الفاني للأهلي يؤمن نفسه ويجهز المصابين خوفاً يتوارض ادمسه احتراف الشناوي مجرد كلام الأهلي لم يتلقى أي تعروض ويطالب الحارس بالتركيز مع الفريق طيب في بعض الأخبار اللي هنعلق عليها مع حضراتكم نبتدي بجريدة الأهرام واللي بتتكلم النهاردة عن النادي الأهلي وبتقول أن السويسري فييلر يقطع الشك باليقين ملتزم تعقودي مع الأهلي ولن أرحل مهما تكن العروض وفي الحقيقة ده خبر صحيح مليون في المية يعني من جريدة الأهرام وخبر منطقي جداً وفعلاً خلينا أقول له حركة الكواليس بالضبط مستر فييلر فعلاً حصل أن فيه تواصل معاه من قبل مسؤولين في الاتحاد السويسري وقالوا له أن فيه تفكير أن أنت أو أنت مرشح يعني أن أنت تتولى تدريب منتخب سويسري خصوصاً في الزل النتائج السيئة للمنتخب السويسري في تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية فبالتالي التواصل أه حصل لكن مستر فييلر ما بيفكرش إطلاقاً فيه الرحيل عن نادي الأهلي خلال الفترة دي ليه؟ لأنه عنده مشروع مع نادي الأهلي هو بيحترمه جداً جداً وملتزم بتعاقده مع الفريق وعنده طموح كبير جداً واضح من خلال الست ما تشاطر تلعبه من خلال أفكاره وتصرفاته مع نادي الأهلي فالخبر ده صحيح طبعاً وده كلام حقيقي المدير الفني بيقول مش معقول أن أنا جادر مكاناً بعد ستة أسابيع فقط أو مش هيبقى منطقي قوي يعني رغم أنه ممكن بعد يقول لك ما حصلت أيام بسر وبسره لما يجل نادي الأهلي قعد شهرين تقريباً وبعاكية يجاله عرض من بورتو وهو عرض كبير جداً في الحقيقة وكرر أنه يسافر لكن الوضع هنا مختلف مستر فييلر مكمل بإذن الله مع نادي الأهلي ما فيش أي اتجاه في ذهنه أنه يرحل على النادي الأهلي خلال الفترة الحالية نتمنى له دايماً للتوفيق إن شاء الله مع فريق النادي الأهلي خلال الفترة الجاية نروح للشروق الشروق بتقول إيه طلبه بإخراجه بمواجهة الجونة من حساباته والأهلي يخطر فييلر باستمرار الاستعداد للقمة وده طبعاً بعد بيان النادي الأهلي يوم الخميس والقرارات الخاصة بمجلس الإدارة واللي قاله خلاص يا جماعة إحنا مش نلعب مباراة اللجونة مش نلعب أي مباريات غللاً من أن نبتدي بمباراة الزمالك ونمشي بالتسلسل الطبيعي الخاص بجدول المسابقة فبالتالي مستر فيلر إحنا عرفين مستر فيلر بيحاول دائماً أنه يذاكر الفرق اللي حيواجهها لو كنا حلعب الجونة كان الرجل حيتفرج على فيديوهات للجونة وشرايط وكلام من ده لكن خلاص دلوقتي الأهلي ويستعدش للجونة على حاجة والأهلي بيتمرن إلى أن يجد جديد والجديد إن شاء الله سيكون خلال أول مواجهة لنادي الأهلي بالتحديد فيما تعلق بالمسابقة المحلية بطوئة الدوري ستكون مع نادي الزمالك فيما عادل ذلك عندنا مواجهة أفريقية إن شاء الله مع نهاية الشهر القادم فحتى تبدأ الأجهزة طويلة شوية للأسف الأهلي هي وحشنا أكتر وأكتر لكن هي دي الظروف ويجب التعامل معها نروح للوطن واللي بيقوله وسطات وضغوط على مجلس إدارة الأهلي الخروج من أزمة مقاطعة الدوري أنادي الأهلي يتمسك بمطالبه وده جزء خلاص احنا تكلمنا فيه مش هنتكلم فيه تاني الجزء التاني بقى فيما يتعلق محمد الشناوي كابتس آدم الحفيز بين في وصول عروض انجليزية للشناوي وهو يا جماعة الموضوع كان عبارة عن تقارير في انجلترا بتتكلم على أن منشستر النايتد بيرغب في التعاقد مع محمد الشناوي أنه سيكون فيه عرض رسمي يقدم للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية سمعنا أيضا منشستر النايتد نفسه نفو هذا الكلام وقالوا أننا في فترة دائما اسمنا بيرتبط بعدد كبير من اللاعبين خصوصا أنه ممكن في فترة انتقال الشتوية يبقى فيه تدعمات في صفوف منشستر النايتد لكن الأكيد والمعروف لحد دلوقتي لا يوجد أي عرض رسمي منشستر النايتدعو من أي نادي آخر فبالتالي هذا اللي أكيد عليك بتنسانها عبدالحفيظ وفايلر يحذر من الالتحامات في التدريبات موضوع حسين السيد ويشدد على الرحيل حسين السيد ده هيخلص آخر الموسم نادي الأهلي ما بيقفش على أي لعيب إطلاقا خالص بالعكس اللعيب هي اللي بتتمنى الانضبام نادي الأهلي والاستمرار في نادي الأهلي لكن كل لعيب يشوف ظروفه وحتى الآن حسين السيد اللعب في نادي الأهلي إيه الجديد إيه اللي هيحصل حنشوف على مدار ما تبقى من الموسم أو ممكن في شهر يناير أن يبقى فيه جديد ممكن اللعب يجدد ممكن يكمل مع نادي الأهلي برضو طبقا لرؤية ميستر فيلر وتقييمه لكل اللعبين في صفوف الفريق نروح لخبر آخر من اليوم السابع والأهلي يدرس قامة جولة كروية عربية خلال توقف الدوري أنت سيبقى عندك توقف كبير جدا فطبيعي لو جالك أي عروض هتفكر فيها طبعا وهتشوف هتقابل مين أو هتلعب بطولات ودية دولية في أي دولة من دول الخليج أو هنشوف يعني في أي منطقة وده اللي هيكون طبيعي عشان أنت بقى عندكش مطشط رسمية الفريق الثاني في تدريباته اليوم وده اتكلمنا فيه والخطيب يظهر فيه النادي بعد براحة حقن الفقرات فأنا عرفوا أن كاتل محمود الخطيب هيعود النهاردة المسكندرية أعتقد أنه وصل وانادي التوقع عدة تعروض والموضوع هتوقف على اخترار المنتخب احنا عرفين فيه منتخب أول منتخب أول منتخب أول منتخب أولمبي معسكرين المنتخب الأولمبي عنده البطولة طبعا منتخب الأمر الأفريقية في مصر والمنتخب الأول عنده معسكر هيكون مهم ويتخللهم مجرأتين رسمياتين أمام كينيا وجزر القمر فهتشوف حسب اللعبة حسب العدد اللي هيكون متحلي في التدريبات هتكرر بقى كل هذه القموش نروح للأخبار المسائي فيلر يحذر اللاعبين المدير الفني للأهل يؤمن نفسه ويجهز المصابين خوفا من الطوارق الطوارق تتمثل في إعلان عن موعد مباراة الأهل والزمالك ومش هتبقى طوارق ولا حاجة أن هذه الأهل بيستعد لهذه المباراة في انتظار تحديد معادها لما المعاد يتحدد وتحدي الكرة إن شاء الله كده ربنا يكرمه ويقول الجديد إيه والمعاد حيكون إمتى فالأهل هيفضل مهيئ نفسه لأي وقت ممكن يتم فيه إعلان موعد مباراة ألا قمة وهو أكيد الجهاز الفني واللي عمين عمين حسابه عن جزئيه دي بشكل كبير جدا نروح للمسا وده آخر خبر معنا احتراف الشناوي مجرد كلام وده اللي اتكلمنا فيه ما جلوش أي حاجة لحد دلوقتي لكن الشناوي حارس كبير جدا طبعا ولعب مميز قوي الأهل لم يتلقى أي تعرض وده حقيقي ويطالب الحارس بالتركيز مع الفريق الشناوي لعب محترف جدا جدا ويحب الأهل قوي وملتزم ومركز بشكل كبير جدا مع الفريق خلال المرحلة الحالية دي كانت أخبار الأهل في الصحف نشوف أخبار الأهل في المواقع يلا بطولات الأهل يخود تدريبات واستعدادة لمرحلة المجبلة سوبر كورا الأهل ينتظر عودة الخطيب لتجديد عقود إكرامي وعشور وفتحي وسليمان بوابة الأهرام الأهل يكافئ فيلر بمئة ألف دولار تعرف على السبب وان تري الأهل يكشف حقيقة طلب فيلر التعاقد مع لعبين جدد والاستغناء عن آخرين الفجر الرياضي الأهل يحاول إقناع فيلر بالتعاقد مع صفقة الموسم اليوم السابع الأهل يرفض الاستعجال في عودة محمود متولي بالسبب التوقف الوطن سبورت هل يرحل صالح جمع عن الأهل في يناير؟ محمود فيتو حسين السيد يبحث عن عرض خليدي اليوم السابع محمد محمود موهبة أهلوية تنتظر التوهج بعد الصدمة صد البلد أصيب بالرباط الصليبي الأهل يعرض علاج اللاعب الإعلامي موسيقى نبتدي بسوبر كورة واللي بتقول إن الأهل ينتظر عودة القطيب لتجديد عقود إكرامي وعشور وفتحي وسليمان وإحنا عرفين إن الرباعي ده عقده وحيخلص مع نهاية الموسم فبالتالي طبيعي قوي إن الفترة الجاية هيتم فتحي هذا الملف لأن في شهر يناير أي لعيب نقص في عقده ستة شهور يحقله التوقيع على أي نادي آخر مش بقول إن هم بيرغبوا في كده بالعكس إحنا بنتكلم على الأربعة عندهم تاريخ كبير جدا مع نادي الأهل إكرامي وحسام عشور وأحمد فتحي ووليد سليمان كله طبقا لكواعد معينة وطبقا للتواصل اللي هيحصل والناس دي أهلوية جدا وعارفين تاريخهم وإمكانياتهم مع نادي الأهلي وخبرات مؤثرة في صفوف الفريق بكل تأكيد فأكيد الفترة الجاية هيتم فتح هذا الملف نروح ببوابة الأهرام واللي بتقول إن الأهلي يكافئ بايلر بمئة ألف دولار وده بسبب يعني الفوز بالسوبر وتبقا لعقد الراجل مش عايزة أقول المبلغ بالضبط المبلغ ده حقيقي ولا لأ نادي الأهلي معلنش بشكل رسمي لكن أكيد تبقا للعقد لو هو فاس بالسوبر مثلا أو بأي بطولة معينة فبيبقى ليه مكافئات حسب بقى النسبة اللي حددها النادي الأهلي بالطبع نروح لـ 1-3 وبتقول إن الأهلي يكشف حقيقة طلب فيلر التعاقد مع لعبين جدد للاستغناء عن آخرين وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي وزيادة في التأكيد مستر فيلر لسه ما طلبش لا لعبين جدد ولا طلب استغناء عن بعض اللعبين الموجودين في صفوف النادي الأهلي لان لسه الفترة الحالية بتتكلم في بعض المباريات اللي ممكن تتلع في المطبوضة المحلية وعندك مباريات في بطولة أفريقية فلسه التوقيت مش دلوقتي خلص حيبقى في دراسة للعبين بشكل كبير جدا لكل القايمة وتحديد احتياجات الفريق تبقى لرغبة مستر فيلر هو اللي هيحدد أنه مكان عايز فيه تدعيم أنه مركز فكل الأمور دي لسه شوية عليها ولما هيبقى فيه حاجات جديدة هنقولها لحضراتكم في كل تأكيد لأنه ده دورنا نحن دايما دايما نحاول نعرف جمهوري نادي الأهلي بكل جديد يخص النادي بشكل عام نروح للفجر الرياضي وخبر ده في الحقيقة بالنسبة لي مهم لأن بيقول لك إيه بيقول لك الأهلي يحاول إقناع فيلر بتعاقد مع صفكة الموسم أصدهم يعني من الآخر كده على الكهربا وهي صفكة الموسم أو صفكة الموسم طبعا هو لعيب كبير جدا كهربا لعيب مميز لأن النادي الأهلي معروف لا بيحاول إقناع مدرب بالعيب معين ولا الكلام ده خلص أي كلام من هذا القبيل مش موجود في النادي الأهلي لكن ممكن المدير الفاني مش بكان بعله اسم اللعيب محدد بس المدير الفاني ممكن يكون بيشوف طبقا لإحتياجاته فيديوهات لبعض اللاعبين بناء على تقييمه لهذه الفيديوهات المبدئية يعني حيقول أكي يا جماعة تقولي اللعيب ده أو ما تجو بليش اللعيب ده هو الراجل هو اللي يحدد ده الطبيعي في النادي الأهلي لكن حتة إن الأهلي أو المجلس أو المسؤولين على الكرة في النادي الأهلي يقنعوا مستر فيلر بلعيب معين ده ما صعب إنه يحصل يعني الراجل مقتنع بأي لعيب مش بتتلم على الكهرباء بتتلم على أي لعيب بشكل عام الأهلي حيوافق على طوله على تلبية طلب فيلر لما يقولها تقولي اللعيب الفلاني حنحاول بقدر مستطاع أو المجلس حيحاول بقدر مستطاع إنه يجيب له اللعيب اللي هو بيرغب فيه اي ان كان مين هو اللاعب ده. نروح لليوم السابع. الموضوع متولي وان ما يعني فيش استعجال في عودة محمود متولي بسبب التواقف خاص انت عندكش ما تشد الوقتي. فطبعا ما فيش استعجال واحنا عارفه محمود متولي كان عنده مزق في العضلة الخلفية وكان مفروض فترة العلاج بتاعته ستة اسابيع عادة منهم تلات اربعة اسابيع. يعني اعتقد كده براحته قدامه سبعين يعني ان شاء الله ويعود للتدريبات الجماعية ان شاء الله بذل مع الفريق. نروح للوطن سبورت وتساؤل. وفي الحقيقة الناس كلها تسأل تساؤل ده او في معظم الجماهير بتسأل تساؤل. ها يرحل صالح جمعة عن الاهل في يناير. الموضوع يعني مش متاخد فيه قرار نهاي. وبالمناسبة يا جماعة موضوع ان صالح جمعة يمشي في يناير ده مش حدا سهلة. صالح جمعة لعب كبير جدا. امكانيات كبيرة جدا جدا. فبالتالي من السهل ان اي فريق او بالتحديد ان النادي الاهلي يفكر ان صالح جمعة وياخد قرار بدري كده ان صالح جمعة يمشي في يناير. لا. لسه الفترة طويلة لحد يناير. تلات شهور. صالح جمعة بنسبة كبيرة بإذن الله بإذن الله هيكون موجود الفترة الجاية مع النادي الاهلي في حسابات المدير الفاني. هو دلوقتي في حسابات المدير الفاني. وبنسبة كبيرة هيتم الاستعانة بيه. ان شاء الله يعني. حسب برضو توكيم الراجل يعني. لكن صالح جمعة ماشي في تدريبات بشكل كويس. بيتمرم بشكل جدي جدا. والمعادات البدنية بالنسبة له في ارتفاع مستمر في تدريبات النادي الاهلي. فللأسف ده تساؤل بيتردد كلاه فترة دي. لان صالح ملعبش ولا ماتش لحد الوقتي مع المدير الفاني اللاعب. ماتش الودي الأخير بس في الشوت التاني. لكن ان شاء الله فترة جاية نتمنى له التقلق مع الفريق. وما حصلش يا جماعة لحد هذه اللحظة أي كلام بخصوص رحيل أي لعب ما فيه مصالح جمعة. محدش خالص نتكلم في الجزئية دي. عايزة نروح لصدى البلد. ده آخر خبر معنا. اللي بيقول إن فيه لاعب في الإعلامين. جاله روباط صليبي. والأهلي عرض علاج هذا اللاعب. احنا عرفين كان فيه ماتش قديم بالأهلي والإعلامين. من كم يوم. ممكن النادي بالأهلي بيستعد من في هذه المباراة. مباراة الزمانية كانت كانت مفهولة تبقى النهاردة. الساعة تمانية. فبالتالي اللاعب اسمه أحمد كمال جلبرتو. شهير بجلبرتو. جاله قطع في روباط الصليبي. نتمنى له ألف السلام على رب. خلال هذه المباراة. فالنادي الأهلي من خلال كابتن ساعد عبد الحفيز تواصل مع رئيس نادي الإعلامين. وقال له إحنا مستعدين نتكفل بمصرير في علاج جلبرتو. من الروباط الصليبي. فرئيس نادي الإعلامين شكر النادي الأهلي. وقدر جدا هذا العرض. لكن قال في نفس الوقت احنا مرتبطين بتعاقد مع هذا اللاعب. وإحنا اللي حنعالجه على نفقتنا الخاصة. فأكيد دور كان مميز جدا. وهي فكرة كانت مميزة جدا من نادي الأهلي. خصوصا اللاعب تصاب في مباراة الأهلي. قاله الدي. دي كانت أخبار الأهلي في المواقع. أخبار محلية وعالمية. نروح نشوفها. سوبر كورا. اتحاد الكورا يبحث مع إدارة المسابقات عن حلول الاستئناف الدوري دون خلم. الوطن سبورت. تأجيل اجتماع اتحاد الكورا وجلسة ودية للرد على بان الأهلي. نعم. موسيقى الجبلية تجدد الثقة في لجلسة الظلمات وتطرح القرار على العمونية. موسيقى اليوم السابع. سولاسي آل أهلي تحت منظار المنتخب قبل معسكر نوفمبر. موسيقى صاد البلد. رسميا الإصابة تنهي رحلة عمر جمال مع المنتخب العسكري. موسيقى فيتو. كوكا عن كلة أهدافه مع المنتخب. ما بلعبش أساسي وانتقادات اللاعبين داخل الملعب بتزعيني. موسيقى الشروق. مانشستر ينايتد. ناجح محمد صلاح مع ليبر فول منقطع النظير. موسيقى سبورت سري سكستي كلوب. الجميع يريد سكوتنا أمام مانشستر ينايتد. موسيقى في الجول تقرير ثورة أو ثورة الروسنيري ميلا يريد جوارديوية المسلم المتبل. موسيقى موقع بطولات تحديد موقف راكيتش ودمبلي من الانتقاد لمانشستر ينايتد. موسيقى 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 الفرق بتلعب في مطش كبير النهاردة في الدول الإنجليزية أقوى دور في العالم أو دور العسباني أو دور إطالي بيخرج يلعب دور أبطال أوروبا يسافر يرجع يلعب مطش تاني عنده مش حال يسمعك كلامنا لهواه شغل هوه مش شغل محترفين احنا عايزين شغل محترفين في دور منتظم في مسابقة منتظمة وعواصل انا عايز اقول للمهندس عمر الجايني اين كلامك يعني وعودك اين مغا قلته قبل جدر المسابقة وانا كنت موجود هنا لما طلع أعلان جدر المسابقة وابن معيان الجدول وقال القانون والجدول سيطبق على الكبير والصغير ولن تكون هناك استثناءات ولن نسمح بتأجيلات الكلام ده تقال في مؤتمر صحفي ومسجل ومعروف اين هذه العود يقول لك احترام اللايحة وفيه لو اي حصله لا توجد لايحة ما فيش لا توجد لايحة اللي بيحصل ده لا توجد لايحة لازم يكون في احترام للمسابقة انت اعلنت ان ما فيش تجاوزات ما فيش استثناءات وما فيش كبير وصير القانون قلت هيتطبق على الكبير قبل الصغير طب فين انا عايز مبرر واحد تقول لي لماذا تم تأجيل المباراة حيقول لك بناءنا على تعليمات الامنية طيب دواية امنية الكلمة دي كلمة مطاطة بمعنى كلمة شماعة كده يعني عايزين اي فشل في المنظومة الاحترافية لكرة القدم في مصر نيجي نبحث عن حل طب نجري عليه ونتواصل مع الجهات الامنية اللي عايز اقول انها عايزة تتعاون اشان البلد تمر وظروف اللي هي فيها وعايزة الدنيا وعايزة الدنيا تعدى اكيد فانا جايلي مسؤولين اساسا بتوع اللعبة وعايزين يقولولي يشوفوا لنا حل انا اعتقادي للموضوع ان هم تواصلوا مع الامن لا ده الكلام مهم او ده ده حصل فعلا دي معلومات ولا استنتاجات ولا الامور انا اعتقادي للموضوع حصل للخروج من الازمة يعني انه حصل تواصل من اتحاد القرى مع الجهات الامنية يقولهم يا جماعة الظروف مش مهيئة دلوقتي مرات الكمة فهتولنا حل بالزبط انا اعتقادي هذا حدث من الازمة وفيه ناس كتير تتكلم في الازمة لانه هو لا يوجد مهده اساسا احنا شوفنا الامن في مصر طب انت مش قادر تأمن مباراة دونجا مهور في مكان انا عايز اقول لنا انا اسف ان انا اقول مكان نائي يعني استاد برج العرب احنا رحنا وحضرنا باتشاة كتير انت بعيد عن العمران وبعيد عن الكل انت مكان في الصحراء استاد برج العرب في قلب الصحراء ومنطقة عسكرية مؤمنة ومنطقة عسكرية ومنطقة عسكرية ومنطقة عسكري ايه اللي يدول تأجيل مباراة دواعي امنية ازاي دواعي امنية واينا كانت الدواعي الامنية من كام يوم في حضور خمس تلاف مشجع لنادي الزمالك لاستقبال فريق اليد بطل افريقيا في مطار القاهرة يعني منين يعني هل مطار القاهرة مؤمن مثلا وهنا مش اقدر امن دي اللي هو المكان الحيوي خلو ايهم اكثر حيوية مطار القاهرة طبعا مطار القاهرة ولا استاد برج العرب مطار القاهرة ايهم ان انا خاف ان يحصل في حاجة اكيد مطار القاهرة يعني ايه اللي هيحصل هو سؤال ايه اللي هيحصل طيب نشوف حتة الدواعي الامنية ونتكلم فيها فضل انا عايز التفاصيل كده والكواليس لا انا عايز ارد بس على حتة الدواعي الامنية دي لانها حتة بس مش عجباني شوية خد راحة كله حصل في شهر كل اللي هتكلم فيه ده حصل في شهر اكتوبر اللي احنا فيه دلوقتي تمام؟ العراق وهونج كونج مطش مهم جدا 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 في التصفيات الأفريقية التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهايات كأس العالم 2022 وكأس أمم أسيا 2023 في الصين المباراة اللعبت في البصرة بعد ما أعطى الفيفا الدوء الأخضر للعراق باستضافة المباراة في ظل كل الأحداث اللي فيها العراق كل الأحداث الصعبة اللي فيها العراق وقابلها يدوب بأسبوع كان فيه تفجير ومات فيه 300 فرد وحاجات من دي طيب واحد اثنين فلسطين والسعودية مباراة مهمة جدا في التصفيات الأسيوية نفس التصفيات واللي المنتخب الفلسطيني بنواجه له التحية على الشكل الطيب جدا اللي ظاهر به في التصفيات والعنده أربع نقاط حتى الآن في مجموعته يعمل المباراة الجاهدة جدا المباراة دي انتهت بالتعادل السلب طبعا في رمالة في ملينة رمالة تم استطافاتها على استاد الشهيد فصل الحسيني في رمالة تم بلعب المباراة وكانت احتفالية كبيرة وبحضور جمهير صح بحضور جمهيري كبير جدا جمه العدد جمه العدد جمه العدد ساعتها حصلت احتفالية في دولة محتلة دولة محتلة وفي مختورة وكذا وفي مدينة من أهم المدر اللي بيحصل فيها التناوش وحاجات مدينة رمالة طيب في نفس البلد مباراة مهمة جدا بين فريق هلالي القتس الفلسطيني في دورة أبطال أسيا أو كأس محمد السادس اللي مندية العربية الأبطال المباراة لوعبة في نفس الاستاد محدش هناك ألدواعي أمنية ولا كذا بالمباراة لوعبة طيب الحدث هو أنت مش بتنتقد الأمن أكتر بأنك بتوضح الأمور وبتبين قدرة الأمن المصري على التنظيم أو تأمين المصري عشان بس كامية مواضح لا 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 ليس انتقادة للأمن مصري لأمن مصري احنا شفنا احتفاليات أكبر بكتير يعني حاجات أكبر من كده وبيأمنها الفترة الفاتتة الحمد لله وقادر على التأمين الأمن المصري قادر على تأمين طبعا وإحنا بنشوف تجمعات كتيرة وتجمعات فنانين وحفلات فنانين وحاجات بتحصل ليه ما بنخافش أن يقول يحصل حاجة مندي أنا عايز أكمل مثال تاني مهم جدا الناس كلها مستانيها دلوقتي برضو أقليم كتالونيا أعمى برات الكلاسيكو المرتقبة بالريال مدينة إيه أول قرار الفرق بين التعامل الاحترافي لاتحاد كورا احترافي ولجنة تدير المصابقة اللي احنا بننادي بيه اللجنة محترفة لازم يبقى فيه لجنة دا يعيدنا لكلام أنه يتم عمل لجنة من الأندية برئيس مختلف برئيس الاتحاد الكورا تكون مسؤولة عن إدارة بطولة الدولي لابد وده أنا دينا بيه من سنة دي فاتت محترفة برضو دي خطوة احترافية في العالم كله الوضح ليه من أخدش أي خطوة للتطوير فيه أو للمعالجة هناك عندنا فيه الاتحاد الأسباني وفيه رابطة الليجة لجنة رابطة الليجة اللي بتوديلها عندنا الأسبانية اللي بتوديلها البطولة طبعا طبعا موجودة ايه اللي حصل لما قالوا إنها يضعو لمزاهرات يوم 26 أكتوبر في كاتالونيا بحق بعد سجن الانفصاليين اللي بيضعو الانفصال كاتالونيا والقصة اللي معروفة هناك في أسبانيا المشكلة القديمة المعروفة دي ايه اللي حصل أول قرارات تحاد الكرة قالك نقل المطش للبرنابيو اه ملعب رئي المطشي اه البرنابيو بلناترح إن إحنا إيه هننقلوا البرنابيو ايه اللي حصل هناك بغض النظر وفق أو لا الفرقتين موفقوش وقالك التنافس وكذا بس أنا أنا عايز أعمل أثبت على إيه على القرار الاحترافي انا ما بأجلش مسبقة بالزبط ما بوقفش مطشات أنا أول حاجة على مشتها كل واحد يحدد المعادل المناسب بالنسباله وفي الآخر نستقر كي نقعد مع بعض ونستقر إنما أول حاجة عملها هو إيه طرح كذا نحن نقلها البرنابيو أوجد حلول شوف أنا عندي حلول كذا 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 بزبط ما بفين عليها أوكي مش ما بفين عليها تقول يعني منقشة حضرية الشاشة المميز الاتحاد عايز يحافظ على مسابقة منتظمة بالزبط رابطة ليجا عايز أتحافظ على انتظام المسابقة هو ده اللي موجود في العالم كله شغل احترافي طبعا قلنا يا جدعان مش قادرين ننظم مسابقة نجيب حدي ينظمها لنا موجود في السعادة مش عيب على فكرة نفس الشركة اللي بتدير الاتحاد اللي بتدير الدورة الإنجليزية الكرة القدم اللي بتنظمه هي اللي بتنظم تلوقتي الدور السعودي واللي شايفين انتظمه شايفين واحد من أقوى دوريات العربية حصل تطور فيه كبير انا مش قادر أدير ها تحد يدرلي المسابقة وينظمها زيدة كمش شاعري بيت تطور فريق ليبيا فريق النصر الليبي اللي موجود في الكونفدوريات الأفريقية طالب يلعب فين في مصر فريق النصر الليبي طالب انه يلعب مطشاته المطش بتاعه في البطولة فطولة اتنين و ثلاثين في مصر قدام فريق بورولين الأوغندي طالب انه يلعب هنا في مصر بلد الأمن والأمان طبعاً لأي حد يفكر أنه يجي العفو مصر الفريق اللي معنا في مجنوعة الأهلي هناك اتجاه المالي العفو مصر الهلال السودان إذن العالم بيعترف أنه أنت بلد الأمن والأمن الأشقاء حولك والإخوة بيقولوا أن البلد عندك فيها أمان أنت لازم تساعد الدولة مش تعمل مشاكل للدولة يعني أنا مش بكلم عن جهات الأمنية أنا بكلم عن الناس اللي هم تواصلوا مع الأمن تبقى للأخبار اللي بنسمحها خلال الساعات الحالية عشان يأجلوا المباراة مش بيسعوا مفوضهم العكس يسعوا أن المباراة تقام بشكل طبيعي يحاولوا كمان المباراة تبقى بجمهير لكنهم ما عملوش كده للأسف يعني فأنت وفق تساعد الدولة عندنا بنختار أسهل الحلول آه عايز يأجل طب نأجل فلان أجل فلان أجل فلان برضو نتكلم عن اتحاد الكورة يا جماعة عشان ممكن البعض يقولك احنا بكلم عن اتحاد الكورة نشجات الأمنية أطلاقاً يا رجل الدور السوري ينطلق غدا الدور السوري عارف يعني ايه رسمياً الدور السوري خلاصه المتشاط ونزل الجدول ينطلق غدا دولة فيها حرب ودورة توركيا ضربة فيها الشمال وهنا مضروبة في الجنوب والدنيا جواه ما فيش استقرار الدور السوري ينطلق غدا الدور الفلسطيني الجولة الرابعة اللي هتتلاعي حتى الآن تلاعب تلك جولات فريق شباب الخليل بيتصدر بطولها في سبع نقاط تعدل فوزين وتعدل هذه كل الدول اللي فيها اللي ممكن نقول ان فيها ألأ أو فيها عدم انتظام أو فيها مشاكل منتظمة الكرة أو كرة القدم أو الرياضة بواجه عام عمرها ما هتكون حاجة انها هتعطل دولة بالعكس ده أحد عوامل بناء الدول بتساعد بتجمع بتعمل ترابط فيش حاجة اسمها كلام فقط ده هيطلع بعد المطش ده هيطلع يتخاني قول كلام اللي تقال وده هيطلع مش عف من قهوة زعبولة وده مش عف ويطلع أنا كلام غير ما اتعرف بيه يعني لازم يقبأ فيه احنا بالنادي باحترافية طبعا طبعا لازم مسبقة باحترافية ومسبقة منتظمة مع احترامي لجميع المنافسين طبعا أكيد طيب النهاردة أيضا كان فيه مقال مهم جدا للأستاذ عبداللطيف المناوي في جريدة المصر اليوم تحت عنوان لدواع أمنية ومقال اتكلم فيه في العديد من الأمور في الحقيقة يا أستاذ إهابوة فيما يتعلق بدور الأمن وفيما يتعلق بتحرك الدولة لإجراء إسلاحات اقتصادية وأمور كتيرة جدا لكن هو أنا عايز أركز على جزئية محددة بالتحديد قال لك إيه قال لك إن إحنا تفاجئنا أو اتفاجئنا من جهات الأمن اللي هما المفترض أنهم جزء من جسد الدولة إنهم بيأجلوا مباراة الأهلي والزمالي كنهم مش قادرين يأمنوا مباراة القمة ما بين الأهلي أنا عايز أخذ تعليق من تقريب البيان دولة بان معروض طبعا على الشاشة أو عفوا المقار على الشاشة قدام الجمهور كله دلوقتي رأيك في إيه طبعا الأستاذ عبل طيف المناور خامة صحفية أعلمية كبيرة رئيس تحرير صحيفة المصر اليوم الصحيفة اللي أشرف أن أنا أنتامي لها وخريج مدرستها أتكلم في نفس اللي إحنا بنقوله إن إزاي أنا في ظل توجهات الدولة توجهات الرئيس دلوقتي أن أنا أبني دولة أن أنا أتقدم أن أنا أبني اقتصاد قوي وأبني كذا وأبني سياحة وعيد سياحة وعيد استثمار وعيد الأجانب للدولة وكل حاجة تشتغل من جديد وأجأ أقول إن أنا للعالم كله أقدم للعالم صورة سلبية بتقول إن أنا مش قادر أن أنظم مباراة قدرة القدرة مين المسؤول عنده؟ هو ده انقرض من المقال تقريبا بالكامل هو بيتساءل مين المسؤول عنده وهل فعلا هناك دواعي أمنية يتم إعلانها المواطنين وفي خطاب تلع من تحد الكرة؟ مفيش يقال لا يعني خطاب تحد الكرة ما أعلنش عنه قال لك إن إحنا جالنا خطاب من الجهات الأمنية لكن من خطاب ما أطلعش للناس يعني ما أحد شاهفه تم إرساله للنادي الأهلي في ساعة الماضية وفي نادي الزمالك لا فيه خطاب تلع ولكن هو السؤال اللي بيطرحه أستاذ عبدالطيف المناوي بيطرحه كل جماهير الكرة المصرية يشأل جماهير أهلي مع احترامي جماهير زمالك جماهير أي من نفسين حتى الفرق اللي حاليا مش عايزة تلعب في فرق دلوقتي متضامنة مع موقف الأهلي ومش عايزة تلعب ينادوا بنفس الهدف اللي هو نقبل المسؤولة يعني هو يقول الكلمة هنا مهمة جدا عجباني جدا يجب التحقيق في مثل هذا القرار هل هناك مخاوف أمنية حقيقية إن كانت موجودة فما هي ويجب أن يعرفها الناس ويجب التوقف عن التعامل مع المواطنين كقصر لا يعرفون أين مصلحته يعني إحنا لازم نعرف فيه دواع أمنية مع احترامي الأهلي طلع بيان أسنى فيه أول حاجة على دور الأمن دا اللي قاله والأمن على دماغي من فوق بنقدر دور الأمن واللي بيعمله الأمن فيش مشكلة خالص فيه دواع أمنية زي من الراجل بيقول قول لي إيه هي بس أحترمها واحترم جمهوري واقدر أرد حتى قدام غضب جماهيري لما الجماهير تقول لي تتكلم وتقولي إن المجلس يدفع الحقوق النادي وإن المجلس يجب أن يدفع كذا وإن المجلس لك يبال المجلس يقدر يرد واللي هو ختمه طبعا الأستاذ الكبير عبداللطيف البناوي بجملة مهمة جدا إيه علاقة يعني المعنى كده إيه علاقة كرة القدم بموضوع سد النهضة هو في علاقة نحن منتظرين للرد يعني ما الموضوع سد النهضة ده أجمل ما في المخالف الآخر يعني الكلمة دي احنا عايزين نعرف إيه علاقة باللتنين يعني تتتوقع أو تتخيل إيه علاقة مثلا مش عارف والله أصبر هو الراجل يتسأل يعني بيتسأل سؤال مهم جدا يعني لكن هو في الآخر مقال مميز وبيتسأل فيه في العديد من الأمور طبعا يعني من الأسئال المهمة جدا ما الذي يعنيها أن دولة تعلن أنها غير قادرة على ضمان تأمين مباراة كرة القدم بدون جمهور يعني إنت شكلك قدام العالم وإنت حاليا بتقول ومع احترامي إحنا زي ما قلت وبكي تاني الأمن المصري قادر على التأمين كل حاجة وقدر على تأمين أكبر الأمن المصري قادر أنه يستضيف كسر العالم بكرة بالمناسبة والله بجد ما بهذر إحنا الحمد لله بلدنا زي الفل وكل حاجة جميلة فيها والأمن مستتب وكل حاجة زي الفل وإنت عايش وكلنا عايشين في البلد وما فيش أي مشاكل الحمد لله يعني ترجعات الحمد لله أمان تعم تنزل وقتك حاليا في أي وقت وتمشي في أي وقت نفس مكان حصل قبل 2011 الأمور مستتبة والأمن مستتبة والبلد بقى مستقرة أنت ممكن تلعب صد الكارب جمهور وعدد كامل عادي مش عايشة حاجة بدليل طبعا طولة الأمام أفريكا الأخيرة وطولة الأمام أفريكا القادمة عن بقى الجمهور اللي هي تحت 29 عام إجباري عندك البطولة اللي جاية 2003 عام أنا هايش أسأل سؤال مهم هو لو الأهل والزمالك كانوا هيقابلوا بعض في دور إطال أفريكي أو كان وارد على فكرة القرعة توقع الفرقاتين مع بعض طبعا ولازم تلعب بجمهور تبقى للسرطات الإطلاع لازم تلعب بجمهور كان حيبقى الحل ساعتها كنت تلعب بجمهور ما كانتش أعدل المطش لا كنت تلعب بجمهور إلا إذا كان الاثنين بتاعنا يقولون نلعب بطر أو حاجة حاجة تراجع يعني ما أعتقدش أنا نداء تاني عايزة وجهه لتحركورة وعندس عمر جنيني يجب هو رجع أو لا ليس هو تقريبا خلاص نشعرف تقريبا في الساعة المقبلة هيرجع وسمعنا يا صحفي أن فيه بيان حاليا بيجهز للرد على بيان النادي بجد طب يا ري تم تشوف منتظرين نشوف إلا هيخرج بإتحاد الكرة في حاليا حصلوا ما اجتمعوش يعني ما هو أول ما يرجع هيحصل اجتمعوه ولا هما بيتواصلوا وديا ويتم التجهيز لقرار أو لبيان وفقا لما عرفتم المصادر يعني أنه بيتم حاليا التجهيز لبيان للرد على بيان النادي الأهلي بيان هيخرج طب وفقا لمصادر البيان ممكن يكون عبارة عن إيه أو فأنه التجاه والله أنا يعني أنا مش عايز أقول إنهم مش يطلقوا حاجة في حاجة جديدة يعني هيعيدوا تاني نغمة الحديث عن نغمة الدوائل الأمنية وإنه دوة توجه الدولة يجب أن يضلع النادي الأهلي هنفخها مشاف الأهلي أنا شايفهم في القرار أنا أعماله كذا إحساسي يجب أن يضلع النادي الأهلي بدوره الوطني ويراعي كذا وكذا وما يتم اللعب عليه في السنة اللي فاتت ونفس اللي تقال ونفس اللي تعمل بيتقرر تاني هي هي لا أحد يتعلم من أخطائه نفس الأخطاء بتتقرر نفس أخطاء مجلس هنا بريدة اللي اشتكينا منها واللي حصل السنة فاتت في نهاية البطولة واللي برضو الأهلي برضو قبل كده اشترت حاجات وما حصلتش وبعد كده في مجلس في الفترة السيارة اللي قضاء سيروات سوية لم نحن في مصر لا نتعلم خالص انت جبت مختصر ولا نريد أن نصل بمصابة احترافية مش عايزين نعمل مسابة احترافية احنا عادرين احنا عادرين ان احنا عامل مسابة احترافية انت قلتلي ان الجدول سيطبق على الكبير والصغير لن يحدث تجاوزات فين دوت يا بش مهندس عامل انت وعضاء لجنتك الموقرين وتوسمنا فيكم خير واشدنا بكم في هذا المكان وان ان شاء الله عايزين يعملوا شغل للقرية المصرية تزبط تكلمنا في الموضوع ده كتير ماشي في الحقيقة انما مع اول مطب صغير يعني هاي تاني كلمتي ازمة من غير لازم عملناها وانت عمل عمل قرعة غير موجهة لها طب خلاص كنت تتكلم واشي اهل الزمال برضو في اخر الدور اول واخر بالضبط وكنت خرقت من الاشكال ده يعني بالضبط يعني خرقت من الاشكال ده والدنيا شفتله معاد كده مناسب وخلاص وخرقت من الليل دي طيب عايز اخذ تعقبك على بعين الاهل كان يوم الخميسة اللي فات اول مبارح رأيك في ايه الله يبعين الاهل بيان قوي جدا تم درسته من جانب مجلس الادارة راسكة محمود الخطيب اللي بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله اهل السلام عليكم ايكونة الكرة المصرية طبعا سواء رئيس النادي الاهلي او غير رئيس النادي العاية ما كانت ايكونة الكرة المصرية اكيد اكيد الاسطورة كبيرة بخلاف الرئيس النادي الاهلي طبعا البيان شدد على حق النادي الاهلي وحق جماهيره في مصابقة منتظمة في مبدأ العدالة في التنافس بيني وبين كل المنفسين ان انا اخد مبارياتي وفقا للجدوى اللي انا استلمته من اتحاد الكرة لازم اخد مبارياتي بالترتيب ده وفقا للبرنامج اللي انا بعمله والتأهيل بتاعي وكل حاجة وتجهيزي للعيبتي ولازم يبقى في انتظام وده اللي الاهلي طالب الاهلي مطالبش بحاجة غريبة يعني الناس بتقول الاهلي البعض يقولك دلوقتي اشار الاهلي مقفور الاهلي مش عارف عام كذا الاهلي مش عامل اي حاجة وقرار النادي الاهلي عايز اقولك يلقى القبول والدعم والمساندة من السواد الاعظم من جمهير بالزبط صح 2012-2013 ولكن اقع للمبادئ واقع لإحترام النفسي واحترام الجمهوري واحترام الجدول المسابعة انتبعته اللي تطبقوا علي ومشي طيب سنريهات الخروج من الازمة مجد مدر والله الازمة صعبة انت شاف ايه الخروج من ايه طبعا صعبة ايه ممكن الحلول تبقى يعني احنا عندنا الازمة دي كبيرة دلوقتي ازمة مشكلة اتحاد القرى وضع نفسه فيها انا وفقا للي برضو يتردد داخل الاتحاد بيقال ان هناك اقتراح دلوقتي اقامة المبارا يوم 27-28 اكتوبر بعد مواجهة الزمالك الافريقية لو فاز الزمالك تبقى الموضوع متاح جدا وموضوع سهل برضو سمح لو الزمالك خسر هعنده كونفضر 29 تقريبا اه اللي هو الضمالك 32 الثاني في الكنفضر اللي هي بعده طب هياعمل ايه طيب اكتراح يعني اكتراح معلق في الهوى طب ما يطلع يقولوا يعني 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 يطلع يطلع لجماعة احنا ممكن نلعب مطش يوم 28 لو الزمالك تأهل لدوري ابطال افريقيا فالمطش اللي هتخلص تقريبا الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر بالظبط تخلص يوم 22 بالظبط يعني بس خلي بالك انت تخلص يوم 22 بطولة دي وهو فيه توقف الدوري في مصر و هتلعب اول مباراة لنادي الاهلي في افريقيا مع النجم السحل يوم 29 تمام برا مصر هم عايزين يعملوها يوم تقريبا في الدوري في يوم 24 و25 فيه مطشات اه الاهلي مفروض تبقى الجدول عند ودي ديجلا وإذا ملك تقريبا بيراميدز فهم عايزين يأجله ده وده هنتفق طبعا مع ده ونتفق مع ده يعني خد بحر من التأجيلات عن ده زي زي السنة الفاتية يعني عارف السنة الفاتية تبقى نأجل لما بعد بطولة افريقيا حاليا نأجله لما بعد بطولة تخبطوا عشوائي لما بعد فاliyor افريقيا في اقتراح تاني برضو لعبة المباراة في التوقف الدولي من غير العابة المنتخبا الأولمبي وبيقولك اللي بيناده بالاكتراح ده بيقولك إن هنا عندنا أربع العيبة العمالية متسوي يعني لا اهلي عندنا أربع العيبة في المنتخب الأولمبي والزمان كانت أربع العيبين في المنتخب الأولمبي هل هيلقي القرار ده قبول؟ قبول صعب أنا بقول لك برضو حين أن أنا عندي لعبين مهمين جدا زي رمضان صحي طبعاً صلاح محسن ونفس الفكرة هناك برضو أنا عايز أقول لك أن عندك من أهم العناصر عندك مصطفى محمد فهل القرار ده برضو هيلقي قبول؟ لا تقلش يعني السيناريوهات كلها متشابكة والسيناريوهات غريبة وحتى أنت هتلعب بعد بطولة أفريقيا السيناريو أنت بتطرحوا بعد بطولة أفريقيا للشباب يعني هتأجل كم مرش وهتيجي تأجل برامدز لو عملت الحل التاني مع الزماني وهتأجل الأهلي ودجلة وهدي عندي الأهلي مش عارفوا مين الجونة هيتأجل خلاص دخلت بدوامة بقى أنت في غناء عنها هتجيب من اين الموعيد؟ وعندك أجندة دولية للمنتخب الأول ارتباطات الفترة الجاية وعندك تصفيات بطولة كأس عالم وتصفيات بطولة أفريقيا كل ده شوف قرار عشوائي ها احترامي جميعا هو قرار عشوائي واحد فعلا يترطب عليه فشل مسابقة على موسم كامل للأسف الشديد يعني كلها أمور كنا في غناء عنها وكلنا نتمنى أن نحن نشوف جدوى المسابقة منتظم بشكل كبير جدا ونلاقي موسم مختلف تماما عن الموسم الماضي في الحقيقة لكن الوضع حانا حيبا فيه تكرار نفس الموسم انت بتاقي الموسم اه طبعا هو هو بلا أي حاجة تبص نفس اللي كنت عايشه وتأجيل كذا وتأجيل بعد بطولة أفريقيا اللي كنت في مصر تأجيل وفي النهاية تيجي تضغط الفرق ماذا؟ خلي في بالك الأهلي والزمالك فرق عندها بطولة وبعدها يجي قولك تكافئ الفرس ومش تكافئ الفرس نفس القصر خلي في بالك أن الأهلي عنده والزمالك فرقين بيلعبه أفريقيا طبعا بيمثلوا مصر في البطولة القرية اللي هي باسم سمعة مصر في النهاية أنت لازم ترجع زي ما كنت زعيم للقر لازم ترجع عنديةك على منصات التتويج القرية نحن بقلنا كتير مسعدناش على منصات التتويج القرية في دورة أبطال أفريقيا نحن لازم نرجع فأنت بتضغطني ليه؟ تحطني ليه في ضغط ليه كأهلي أنا كذا ماتش مؤجل في الدورة المحلي وبعد كده عندي ألايا عندي أفريقيا وتيجي تحشول لي بقى ما تشاطي اللي هيحصل السيناريو إيه؟ يلا عشان أهلي بقى إيه؟ أنا أحط له ماتش بين دو ده وأحط له ماتش بين أفريقيا و ده والأهم من كده كمان المصلحة المنتخبات المنتخبات دي عايزة دوري قوي عشان تفرز لعابين مميزين ينضب للمنتخبات فبالتالي نفسه على التحدي تلتك وإنت الحتة إن أنت تحشول لي ماتشاط أنا آسف في اللفظ هي أسمعها كده حشل ماتشاط ده هيضر لعبتي هنا وهنا أنا بتكلم برضو وبتكلمش على فرعبين وبتلعي دوري المنتخب بالزبط زي ما شوفنا المنتخب حصل معي في مصر هنا فكانت أكثر لعيبة صابت مهمة ليك في مشوارك هنا ولعيبة صابت هنا وإحنا عارفين أن المنتخب مصر بيقوم على لعبة الأهل والزمانية طبعا اثنين ثلاثة المحترفين اللي بيجوا اللي بيتم اللي اعتماد عليهم والبقى كله السواد الأعظم من المنتخب مصر هو أهل الزمانية طبيعا بما أننا اتكلمنا على منتخبات المصرية واتكلمنا بخصوص هذا زملاف خاص نقفله بقى موضوع التأجيل الكمة نشوف بقى تحت الكرة هعملية هتطلع بقين إي ولا هيتكلم إزاي هنترقب خلال الساعة القادمة طب كان ما أستاذ إيهاب قال لنا كده لكن في كل الأحوال أنا عايز نروح لي جزئية أخرى وفيما يتعلق دي المنتخبات الوطنية منتخب الأول ومنتخب الأول وأنا في الحقيقة بتعمد أن أسأل كل الديوف فيما يتعلق بمدى تفاؤلهم بالمنتخب الأول بعد الوديهة الأولى مع كابتن حسام البدري وبالمنتخب الأولمبي بالتحديد بعد الوديهة الأخيرة مع جنوب أفريقيا تاقييمك إيه والله أنا شايف المنتخب الأول يعني مش عايزين نحكم على التجربة كان في حسام البدري يعني مدير فني متميز مع النادي الأهلي عامل أعظم الإنجازات دوري لهزيمة التاريخي وكتورية أفريقيا وشغل عالي حصل معاه النادي الأهلي لدي له اسمه طبعا طبعا النادي الأهلي زي ما قلناها سعيد فيدلر أعيدها تاني النادي الأهلي يصنع المدربين يصنع الأسماء الكبيرة أنت بتجي لي بلا اسم من خلال النادي الأهلي تصبح مدرب كبير تصبح اسم كبير زي أي ناية يعني دي بص هي دي سنة الأندال الكبيرة في العالم لو مدرب يعني مالو الشهرة كبيرة راح ريال مدريد وعمل بطولات هاي بعض المدرب في العالم زيدان لو نجحته مع ريال مدريد هاي هي هي النجحت دي لو كان عملها مع رين أو كان أو كذا في فرنسا أو مارسيليا نادي كبير في فرنسا نقول مارسيليا بريس سان جرمان يعني يعني بريس سان جرمان أصبح أحد أكبر أندال في الأوب لو حتى هو ما ما كانش هيصنع نفس الاسم اللي بقى ليه زيدان نفس السلسات التاريخية اللي خدها في دورة عبطاء الأوب الأندال الكبيرة دايما بتصنع أسماء المدربين طيب نقول لكابتن حسن البدري التجربة الأولى مش عايزين نحكم عليها يعني هي تجربة أظهرت أن المنتخب لسه لسه هو عايز هو لسه عايز يستقر عايز يغير حاجات ولكن هي هدتنا شوية طاقة نور كويسة في لعيبة كويسة ظهرت ماشي؟ زي مين؟ زي حمد جمع حمد فتحي عبدالله جمع أنا دول اللي شايفهم أهم مكاسب من براه أنا أخيراً هقضي على صناعية أنا محترامي لجميع ملا منها الشاب مصر صناعية فتح النني حمد النني في خط وسط منطقة مصر الدفاع طريق حمد وحمد النني الاثنين أسلوب لعبهم متشابه متشابه لازم يبالعيب عنده حلول عنده ابتكار شوية أي تاني ولازم يعني يحس اللعيب دايماً كده في الأهلي في ريال مدريفة اللعيب لازم يشوف إني في بوع بوع على الدكة أنا مانديش حد كانوا دايماً بيلعبوا متطمنين مالركزهم دي أنا بلعب في نص ماعب الدفاع باجي من برا إنني بلعب مبلعبش أنا باجي أشارك بعدها عن طريق حمل لقيم طريق حمل من أمي ذي اللاعبين فأني أخيد مصر الفترة مصر مقد النظر تراجوها النسبي في مستوى مؤخرة و لكن خلال بطولة أفريقيا و خلال البطولات قابلية تصفى كسعام وكسعام اللي شاهدناها برضو في روسيا كان من أهم اللعيب من تخمس ولكن هي نقطة ان انت كلعيب شايف ان انت مركزك ده لا قلق عليه مش هتقدي مش هتديني نفس اللي كنت بتديني انا دلوقتي عندي لعيب عنده حلول تانية طريقة لعبه مختلفة لعيب يشوت، لعيب يوزع لعب في النصر الملعب الدفاعي ودي الصورة الجديدة والصورة الحديثة في كرة العالمية اللي وسط الملعب الدفاعي بيقدمها حمد فاتح برضو من اللعيبة اللي زارك كويسة جدا العملية يعني دايما انا بقولها ان احنا مش في قناة الناد الاهلي هكذا ما عيبت العيل لا طبعا انا شايف ان عبدالله جمع اللعيب مميل اللعيبة اللي اجادت جدا في المباراة احمد فاتحي هذا اللعب اللي اللي بيقوله عليه عجوز اللي بيقوله عليه كفاية لعب تاريخي لعب مهم جدا لعب قد مباراة تاريخية اساسا نقدم مباراة انا مباراة تاريخية يومها برضو بغد نظر عن كوية المباراة لما اللي انا شايفه كلاعيب لعب باربع رئات مش برئاتين وقتلات لديها واحد بسعين بيجري و بيرفع كروس و بيعمل مجهود و بيخش يقفل في الدفاع عيب مميز جدا يعني دي ابرز العناصر يجب ان الكابتن حسان البادر لفترة الجاية يبص بينه انا عارف ان عنده هين كويسة يشوف الدنيا يشوف ايه الامات و قبل ده و ده يجب البحث عن رأس حربة لمنتخب مصر ما احترامي لجميع اللاعبين منتخب مصر في حاجة ماسة الى رأس حربة عيب النقبة دولة 100 مليون عيب بس احنا عندنا في المنتخب الولمبي مثلا صلاح محسن و مصطفى محمد عشان كان فيه تنصيك مع كابتن شوئي انت دلوقتي منتخب الولمبي مش هيسيب اي عنصه طبعا احنا نتبع المرحلة اللي بعد بقى بتويتلهم لا بعد المرحلة هتنميلي عناصر هتفيدني على السعاد الهجومي اهمهم التلاتة رمضان صبحي صلاح محسن و مصطفى محمد انا شايف التلاتة دول هيبقوا اهم العيبة للمنتخب الاول بعد كده في ظل المستوى الرائع اللي ظاهر بي رمضان صبحي مع النادي الاهي طبعا في الفترة الاخيرة و مع المنتخب الولمبي كقائد و اصرار كابتن شوئي غريب عليه شايف التلاتة موايز جدا و هيكون من اهم العناصر من المنتخب مصر طب بالنسبة للمنتخب الولمبي بقى و ده الاهم دلوقتي تحدي المهم جدا المنتخب الولمبي التجارب اللي فاتت كان ظاهر بشكل كاس جدا بيقدم كرة جيدة تجربة جنوب افريكا يمكن هي تجربة قوية و منتخب قوي ظاهر شوية اظهر بعض العيوب في المنتخب الولمبي زي ايه؟ الدفاع عدم التمركوز الجايد لبعض اللاعبين التمريرات المقطوعة الكتير خاصة نحط في اعتبارك ان انت عندك مجموعة قوية جدا من اللي عيب صرا المجموعة كمان اللي انت وقعت فيها مجموعة صعبة جدا يجب ان احنا اللي من افسنا بسرعة ما فيش وقت يعني نشوف ايه المهم لو فيه حاجة عايزة تعالج لو فيه لعيب معين عايزة ضمه لان احنا سمعنا كلام ان ممكن محمد محمود كابتن شاوي غريب قال مهم جدا لوسط الملعب يعني قال ممكن لو لعب مع الاهلي و احنا شوفناه في الفترة في المطش الالمين و ممكن يتم الدفع به تاني مع النادي الاهلي لو الاهلي لعب يعني ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاخروج من الازمية يا رب ان شاء الله نتمنى كل التوفيق في ادارة هذه الازمة و الخروج بحلول مناسبة لكل الاطراف عشان الامور تسير في نصابها الطبيعي والايجابي لمصلحة القرى المصرية في الاخر و ده الهدف الاساسي دي كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا ليس لدينا الجديد و غدا كل المزيد من حلقة جديدة ان شاء الله انتظرونا الى اللقاء اشتركوا في القناة